أجرى العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس كما التقى ماتس بنظيره السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وخلال اللقاء قال ولي ولي العهد السعودي أن بلاده والولايات المتحدة تشتركان في مواجهة الإرهاب والنشاطات الإيرانية من أجل استقرار المنطقة وجاء اللقاء خلال زيارة يقوم بها ماتس إلى المنطقة حيث من المقرر أن تشمل إضافة للسعودية مصر وقطر وإسرائيل في المقابل قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن أي مشكلة في المنطقة وراءها إيران وشدد ماتس خلال مباحثاته مع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة منع ما وصفها بالجهود الإيرانية لزعزعة استقرار اليمن ومنها محاولة تشكيل ميليشيا شبيهة بميليشيا حزب الله في لبنان كما شدد ماتس على همية الدور السعودي في المنطقة المهم اليوم هو اتفاقنا على تحديد الخطوات العملية لدعم تعاوننا المستقبلي هناك اتفاق وتوافق بين قياداتنا على دعم وتعزيز هذا التنسيق والتعاون وسنعمل على مواصلة دعمنا للمملكة في مواجهة التمدد الإيراني ونجعله أكثر فاعلية من خلال زيادة الدعم والتعاون العسكري والاستخباراتي بيننا وما سننجزه اليوم هو فتح الأبواب نحو تعاون وتفاهمات أمتن وسنواصل ذلك نحو أفاق جديدة فعلى الرغم من أي اختلافات ما يجمعنا هو أكثر قال وزير الخارجية الأمريكية في رسالة إلى الكونغرس أن إدارته تدرس ما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي قال تيلرسون أن طهران ملتزمة بشروط الاتفاق النووي لكن دورها كراعية للإرهاب يخفف من قيمة ذلك سمع الكونغرس أخيرا رأي وزارة الخارجية الجديدة في الاتفاق النووي مع إيران ريكس تيلرسون قال إنه رغم التزام طهران بشروط الاتفاق إلا أن ذلك غير كاف فهي وإن لم تطور قنابلة نووية فإن في حوزتها أسلحة أكثر وأخطر ترعى الإرهاب في الشرق الأوسط وعليه فإن الوزارة ستراجع ما إذا كان الاتفاق النووي يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي أي أنها ستضع الاتفاق في إحدى كفتي الميزان والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط في الأخرى موازنة قد لا تكون صعبة على إدارة دونالد ترامب التي ورثت من سلفتها تركتان شرق أوسطية ثقيلة ففي عهد باراك أوباما تمددت إيران في المنطقة بشكل غير مسبوق وأطلقت عبروكلائها حروبا لا يبدو ناظرها قريبا شرأة اكتسبت حتما من السياسة الأمريكية الاسترضائية والتهديدات الخاوية للرئيس الأمريكي الذي وصف مثلا الهجمات الكيموية في سوريا بالخط الأحمر لكن من لونه بالفعل لم يكن سوى خلافه الجدلي دونالد ترامب ترامب وإن لم يتضح نهجه تماما بعد إلا أنه اعتبر خطر التطرف كله واحدا سواء جاء من الحكومة الإيرانية أو من داعش وهو على ما يبدو يعي أنه لاحتواء إيران عليه أن يلاحق وكلاءها في الشرق الأوسط ومن ذلك تعزيز القوات الأمريكية في سوريا والعراق وتبني خطة لتدخل عسكري في اليمن حيث تعتبر الإدارة الجديدة لحوثيين خطرا مباشرا على مصالحها كما يسعى ترامب لإعادة تقييم الاتفاق النووي الذي أعاد فتح حنفيات المال في طهران وأكسبها تسوية أمريكية بنحو مليار وسبعمائة ألف دولار وعزز قدرتها على تمويل الإرهاب واختبار الصواريخ الباليستية خطوات سيدخلها الدبلوماسي وجنرالات ترامب في معادلة حسابية واحدة لا مجزأة لاستنتاج مجموع التهديد الإيراني نناقش ملفنا الأول مع ضيفية من واشنطن الباحث السياسي الإيراني الدكتور حسن هاشميان ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري أبدأ بداية مع الدكتور حمدان الشهري دكتور حمدان مساك الله بالخير بداية باعتقادك ماذا يقصد وزير الخارجية بهذا الحديث عندما يقول طهران ملتزمة بشروط الاتفاق النووي لكن دورها كراعية الإرهاب يخفف من قيمة ذلك بوجهة نظرك كيف يمكن قراءة هذا الحديث وما تداعياته ووجهة النظر للوزارة الخارجية الأمريكية حول طهران فيه نعم أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيفك الكريم أستاذ هاشميان كما أحيي مشاهدي قناة سكينيوز العربي في الواقع التحركات الأمريكية التي نلحظها في الإدارة الجديدة هي تحركات منطقية هي تحركات تقرأ الواقع كما هو هي تحركات وما نسمع من كلام وما نسمع من اجتماعات هو هذا ما كنا نتحدث عنه وكنا نضع ونشير إلى أنه مكامل الإرهاب في ذلك في هذه المنظمات الإرهابية وفي إيران ومن تدعمه إذن الحديث عندما يقول أنه طبعا تحدث عن الملف النووي ويتحدث عن دور إيران في الواقع هناك كان في الإدارة السابقة الأمريكية نوع من دعني أقول المقايضة أو نوع من الصفقة أو قيمة ما بين السيد أوباما وما بين إيران في الملف النووي بأن توقع على الملف النووي بطريقة وحتى هذا طبعا وأعلن تحفظات كثير عليه ولكن وأن تطلق يده أو لا ينظر فيما تفعله ميليشياتها الإرهابية في المنطقة وما تقوم به من دور تخريبي هدام في المنطقة لذلك النظر اليوم إلى ما تقوم به إيران دعني أكون صادق معك يعني نحن العربة ونحن الخليجيين نرى ما تفعل إيران أخطر من قنبلتها النووية وتخصيبها لماذا؟ لأنه في الواقع لو أعلنت غدا إيران امتلاكها القنبلة سنقوم بذلك ونعلن أيضا امتلاكنا لكن تصديرها للميليشيات الإرهابية لن نقوم بمثل ما تقوم به تصديرها على الطريقة الطائفية من الصعب أن تنزل المستوى الإيراني وتعمل بما تقوم به إذن كل هذه المبارسات التي تقوم به إيران واستضافت على أراضيها هذه المنظمات الإرهابية وتعرف يعني احتحامها للسفرات دكتور حمدان هنا يعني أنا أتفهم حديثك لكن مسألة يعني وزير الخارجية الأمريكي عندما يقول هي ملتزمة لكن دورها كراعي الإرهاب يخفف من قيمة ذلك ماذا يعني ذلك يعني ماذا سيكون تصرف الأمريكيين في المرحلة القادمة على الأقل بعد هذا الحديث نعم هو قراءة يعني حتى فقط ليست في هذه التصريحات بل في جميع ما ترى الإدارة الأمريكية تريد أن تقول تريد أن تقول أن ما تقوم به إيران يعود أيضا سلبيا حتى على التزام إذا كان هناك التزام صحيح بمعنى أنه سيعاد النظر أيضا في هذا الملف أو في توقيع الملف النووي وغيره من الأمور يعني هذا في الواقع يمثل ضغط على إيران أنها ستحاسب في كل مكان ولن تمر الأمور تعرف الإدارة السابقة للأسف يعني تركت لإيران بل ومولتها أقول في بعض الأحيان عندما كانت تسمح لها أو تفرج عن المليارات التي كانت تستخدمها إيران عندما كانت في ضائقة اقتصادية صعبة كاد أن ينكسر ظهرها وتلك المليارات ساعدتها على أن تستمر في تمويل النظام السوري وتمويل هذه الميليشيات الإرهابية التي تقوم على تبنيها إذن أيضا المناقشة كل يعني دولة إرهابية في الواقع نقاش كل ما تقوم به أقصد في الملف النووي وغيره وفي المنطقة مهم جدا وإعادة طرحي من جديد برؤية أمريكية تتفق مع الرؤية أقول في المنطقة حتى تحاسب إيران بشكل صحيح طيب دكتور حسن هاشميان بعد هذا الحديث يعني حديث وزير الخارجية وأكثر مسؤول أمريكي في الواقع أن إيران ملتزمة ولكن مسألة عبثها مسألة تدخلاتها في بعض المناطق سياستها الخارجية سواء كانت بالشكل العسكري أو الملاشيوي أو حتى السياسة المعلنة إيران كيف تتلقى هذا الحديث بوجهة نظر قادتها كيف يتلقونه خصوصا أنه يأتي من الإدارة الأمريكية نعم تحية لكم وعلى دكتور حمدان ومشاهدي سكاي نيوز في الدرجة الأولى تغرير الوزارة الخارجية الأمريكية والسيد تيلرسون جاء في إطار التغرير الروتيني الذي ينتشر كل ثلاثة أشهر حول الملف النووي الإيراني وهذا التغرير كان سابقا موجودا في زمن أوباما وجون كيري وهذا أول تغرير يأتي من قبل الوزارة الخارجية في عهد ترامب أيضا هناك شقين موجودين في هذا التغرير الشق الأول يتعلق بأن إيران التزمت بمفاد الاتفاقية في موضوع نشاطها النووي طبعا هذا التغرير يأتي وفقا إلى تغارير الوكالة الدولية وأيضا المفتشين الموجودين في إيران الذين يفتشوا مراكز إيران باستمرار من هذا المنطلق القسم الفني والقسم الذي يتعلق بموضوع الملف النووي وتطبيق الاتفاقية النووية سيد تيلرسون يحكي وفقا إلى ما تقوله الوكالة يعني إيران التزمت ولكن طبعا هناك كان نشاطات في الآونة الأخيرة مثلا إيران أبرمت اتفاقية مع الصين حول موضوع إعادة تصميم مفاعل أراك أيضا قامت بحقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي IR8 وهذا الجيل الجديد والمتطور من الأجهزة الطرد المركزي أيضا قامت بشراء 137 طون من الكعكة الصفراء من روسيا أيضا أعادت اليورانيوم المخصف بعشرين درجة إلى مفاعلها في طهران من قبل روسيا هذه نقاط يجب البحث عليها بشكل فني ولكن فيما يتعلق في الشكل الثاني دكتور حسن كل هذه الأمور هل هي تخالف؟ لأنه يعني إذا كان تقرير وزير الخارجية بأنهم ملتزمون بالاتفاقية هذه الأمور التي طرحتها هل تخالف فعليا هذا الاتفاق؟ هذه الأمور في هذه الإطار إذا بغت على الصعيد التجريبي أو أعادت هيكلة مفاعل طهران في موضوع تحقيقات أو حتى هناك حديث عن فوردو التخصيب اليورانيوم العشرين في المئة هناك متوقف في فوردو ولكن إيران تقوم ببناء جديدة في محطة فوردو وتقول أنه من أجل صناعة مركز تعريقات وبحوث ودراسات طيب إذا الوكالة عليها أن تثبت أن كل ما تقوله إيران هو صحيح أنا بتقديري إيران تظهر أمام الوكالة بأنها ملتزمة في هذه الأعمال ولكن لديها أعمال خفية مثلا لماذا تقوم بتجربة أجهزة الطرد المركزي IR8 وهو جيل جديد وجدا متطور وسريع لتخصيب اليورانيوم في داخل إيران طبعا لديها نوايا أخرى نوايا خفية على الوكالة أن تبحث على هذا الموضوع أو لماذا تشتري من روسيا 137 من كعكة الصفراء تعرفون الكعكة الصفراء هي من أجل تخصيب اليورانيوم وهي حجم جدا كبير أكبر من اللازم في الحد المعين في موضوع تخصيب اليورانيوم في محطات نطانس من هذا المنطلق على الوكالة أن تدقق في هذه الأمور تقارير الوكالة هي مهمة التي تدخل في موضوع تقرير الوزارة الخارجية الأمريكية ولكن السيد تيلرسون متفق تماما على أن الشق الثاني تدخلات إيران في المنطقة على موضوع حقوق الإنسان الصواريخ الباليستية هي أخطر وأرهب نظام سياسي في المنطقة وتهدد كل المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة لكن دكتور حسن لم تجبني القيادة الإيرانية كيف تتلقى مثل هذه التقارير هذه التغيرات للإدارة الأمريكية الحالية هناك كان تقرير مشابه للوزارة الخارجية الإيرانية صدر قبل أيام التقرير للوزارة الخارجية الإيرانية يقول أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع بشكل أحادي جانب إلغاء الاتفاقية النقطة الثانية أن ما تقوم به الولايات المتحدة وتصريحات ضد الاتفاقية النووية يثير الشكوك ويثير أيضا هناك تجنب لشركات خارجية للاستثمار في إيران أيضا هناك نظرة للوزارة الخارجية وأيضا نظرة النظام الحاكم في إيران بأن لا يمكن إعادة بنود الاتفاقية النووية إيران ترفض تماما إعادة النظر حول بنود الاتفاقية هذا الوجه الرسمي الذي يأتي من قبل الوزارة الخارجية الإيرانية ولكن طبعا هناك متشددين موجودين يتحدثون ويعطون شعارات حول الاتفاقية النووية ويريدون إجراءات أكثر صرمة ضد الولايات المتحدة طيب دكتور حمدان الشهري الآن بما أن الحديث يتم على مسألة ضغط أكبر على إيران هي ملتزمة بمسألة المفاعلات النووية والحالة النووية والاتفاق النووي لكنها لها تدخلات قد تبدو أخطر من الملف النووي كما يتم الحديث هل تعتقد هناك مجال عند الإدارة الأمريكية في ربط الأمرين بمعنى مجازات إيران ليس فقط على التزامها بالحالة النووية والاتفاق النووية ولكن على الأمور الأخرى مثل التدخلات والقضايا الأخرى نعم أستاذ ماجد إذا حاولت القراءة أريد أن أقراها بأكثر من طريقة عندما قال وزير الخارجي أنها ملتزمة في الشق النووي وتحدث عن تدخلاتها في المنطقة وخطرها لعله يريد أن إدارة اللعباب بشكل آخر يعني الإدارة الأمريكية السابقة كانت حريصة على الملف النووي لكن لم تحرص على تدخلات إيران اليوم وكانوا يقول لا نحن نركز على تدخلات إيران وسنترك الملف النووي جانبا قليلا لماذا لخداع إيران نقولها لكن تعرف الملف النووي هو من الأهمية بمكان ليس فقط للولايات المتحدة بل للعالم لأن امتلاك إيران للأسلحة النووية ودولة ماري قد نقول بكل صراحة دولة تدعم ميليشيات إرهابية دولة لا تحترم القوانين الدولية لا أعتقد أن هناك ثقة بأنها ستلتزم بهذا الملف النووي لذلك سيكون هناك ضغط لكن هل سيكون الضغط الآن في البداية على الملف النووي أو على تدخلات إيران ما نراه اليوم أكثر هو على تدخلات إيران ومحاولة أن ميليشياتها تخرج أو تضرب أو تضعف بأي طريقة المهم أن تدخلات إيران ترحل أو بطريقة تحل أو تفكك بطريقة لا تضرب المنطقة ولا تخدم أو تساعد وتساهم في صنع الإرهاب بشكل أكبر إذن قراءة الإدارة الأمريكية اليوم هي بهذا الصدد إما أنها تركز على الملفين في وقت واحد وقد يكون أقول سيترك إيران في حالة صعبة لكن لو ركزت الإدارة على ملفه وملف التدخلات والصواريخ الباليستية كما قال الأخ هاشميان مهم جدا لأن ضررها في المنطقة هو في الواقع كما قلت لك أخطر من القنبلة الذرية ما عملتها والنووية ما عملت وما قتلت في المنطقة وما دربت من إرهاب إيران أخطر من استخدام هذه القنابل وضحاياها أكثر من ضحايا هذه القنابل لذلك التركيز اليوم على ذلك بشكل واسع ومهم يعني هو من الهمية بمكان لأن النشاط الذي تقوم به إيران هو خطير جدا ليس فقط على المنطقة أقول على العالم لذلك الإدارة الأمريكية اليوم مدركة لذلك وتعرف أن حجم هذا قد يصل إليها ويصل إلى جميع العالم لأن الإرهاب سيخلق إرهاب وستستمر العملية ولن يكون هناك أي استقرار لا في المنطقة ولا في العالم دكتور حسن هاشميان طبعا يأتينا هذا الخبر العاجل بأن إدارة الرئيس ترامب والرئيس دونالد ترامب سيجري مراجعة للاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والقوى العظمى مع إيران هذا الخبر قبل قليل دكتور من المعروف أن الاتفاق أدخل أموال طائلة بالمليارات كانت محجوزة أو كانت منقولة عند الولايات المتحدة الأمريكية على إيران ساعدها كثيرا في إنعاش اقتصادها الوطني وأيضا مسألة تمويل ميليشيات تدخل في مناطق أخرى كما شاهدنا باعتقادك إذا ما قل هذا التمويل كيف سيكون تأثيره على الحكومة الإيرانية وعلى تصرفات إيران في المنطقة بناء على أخبار هذه المراجعة أيضا أنا أعتقد له تأثير جدا كبير دكتور حسن دكتور حمدان سأعود إليك إن شاء الله نعم هذا الموضوع له تأثير جدا قوي على إيران إيران بعد الاتفاقية النووية استطاعت أن تحصل على 25 مليار و700 مليون دولار وهذا أيضا رغم جدا كبير ودخل في مجاري أساسية خاصة المجاري الإرهابية التي تدعمها الحكومة الإيرانية في المنطقة حتى في الثلاثة الأشهر الماضية إيران حصلت على أكثر من 9 مليارات دولار وهذا رغم جدا مهم ولكن إيران تحتاج إلى التعامل المصرفي مع البنوك العالمية وخاصة مع البنوك الأوروبية والبنوك الأمريكية من هذا المنطلق أنا أعتقد لم تصل حتى الآن هذا المستوى من التعاون هذا سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني وأيضا أثر سابقا هناك نقاط سلبية حتى رأينا نمو اقتصادي سلبي في داخل إيران الاقتصاد الإيراني أنتعش من وراء تصدير النفط الإيراني إلى الخارج هناك 7% نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي هذا النمو كان تحت تأثير رجاع أو عادة تصدير النفط الإيراني أنا أعتقد الأممال التي جاءت من الخارج إلى إيران حتى الآن لم تدخل في معظمها لم تدخل في مجاري الاقتصاد الإيراني أو الشريان الاقتصاد الإيراني وأعتقد أن كل هذه الأممال أو مجموعة كبيرة من هذه الأممال صرفت على الميليشيات من حسن نصر الله للحوثي في اليمن إلى بشار الأسد وإلى هادي العامري وغير هادي العامري والحشد الشعبي وما شابه ذلك من هذا المنطلق أنا أعتقد حتى لديهم هناك مجموعات في أفغانستان أيضا أنا أعتقد إيران عندما تحصل على هذه الأممال تستخدمها في موضوع الإرهاب وتوسيع الإرهاب في المنطقة من هذا المنطلق عندما نرجع إلى الإدارة الأمريكية والخبر العاجر الذي جاء بهذا الشكل أنا أعتقد هناك هيئة معينة من قبل إدارة ترامب مهمتها النظر في إعادة تركيبة الاتفاقية النووية مع إيران هذا العمل وهذه الدراسة بتقديري أنا ستستمر حتى نهاية الانتخابات الإيرانية أسمح لي أن أعود مع ضيفية الدكتور حمدان الشهري ودكتور حسن هاشميان دكتور حمدان باعتقادك يعني بما أننا استمعنا إلى هذا الموضوع هناك فريق لمسألة تقييم هذا الاتفاق وما شابه إعادة النظر في هذا الاتفاق أو تقييمه أو حتى تعديله خصوصا أنه لم يكن فقط بين أولادات المتحدة وإيران هناك خمس دول عظمى زائد واحد قامت به هل تعتقد هو ممكن وما توابع هذه المراجعة بالنسبة للإدارة الأمريكية طبعا كما ذكرت هو أكثر من دولة موجودة مع الولايات المتحدة لكن أعتقد أن الولايات المتحدة عندما تقوم أو تقود هي أو تريد شيء ما أعتقد هي لوحدها تمثل إذا لم أقل يعني أبالغ أكثر من خمسين بالمئة بمعنى أن لها ثقل كبير وتستطيع أن تطلب من الطرف الآخر أعتقد أن هناك أيضا دول تدرك وخصوصا في الدول الأوروبية يعني فقط ممكن روسيا لوحدها لكن أقصد دول الأوروبية ترى ما تفعل إيران وترى خطر إيران والصين نعم لكن الصين هي دائما مواقفها دائما لا تكون بنفس الحدة الروسية بمعنى أنه ليست بنفس الطريقة التي تستخدمها روسيا أقول أن هذه الدول تستطيع أن تعيد أو أن عندما رأت جدية هذه الإدارة بل حتى رأينا ترحيبهم بالضربة الأمريكية في سوريا سمعنا الكلام البريطاني والفرنسي وغيري سمعنا الدور الأوروبية يعود بقوة وكأنه يريد أن يعيد ترتيبات أيضا للمنطقة ويتفق مع ما تفعله الولايات المتحدة إذن هذه من جهة أخرى الضغط على إيران بالملف النووي من جهة وتدخلاتها في المنطقة من جهة أخرى سيجعل إيران في حيرة من أمرها سيجعلها لا شك تتنازل عن إحداها وبسرعة كما فعلت في السابق لكن عندما ترى الجدية وعندما ترى العصى أقول التي تستخدمها الولايات المتحدة ليست الجزرة التي كانت يعطيهم إياها دائما وأبدا السيد أوباما لكن يروا أن هناك من سيستخدم ضدهم القوة سيتنزلون عن أمور كثيرة وسيكون هناك حل في هذه الملفات طبعا الملف النووي هو ملف شائك لكن أعتقد أنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك القنبلة النووية بهذه الطريقة أعتقد أنه سيكون هناك ترتيبات أخرى وإعادة في هذا الملف لكن أيضا كما ذكرنا ملف تدخلات إيران في المنطقة ودعمها للميليشيات الإرهابية واستضافة على أراضيها من الأهمية بمكان لا يقل أقول عن الملف النووي لذلك حل هؤلاء هذين الملفين من الأهمية بمكان حتى تحجم إيران لأن إيران هي تهدد العالم أو تبتز عندما تستخدم هذه الميليشيات منها تقول أنا أستطيع أن أضايقكم أو أنا أعمل لكم مشاكل في مناطق أخرى لكن إذا إيران فقدت هذه الطريقة أقول البلطجية لن تستطيع أن تقائض أما الملف النووي فهو يستطيع أن يفرض عليه بطريقة أخرى ويعني لن يستطيع الذهاب بعيدا خصوصا عندما تدرك الدول الغربية أن إيران على وشك أن تحصل على القنبلة النووية سيكون هناك تدخل بطريقة أو بأخرى لإيقاف هذا المشروع طيب دكتور حسن هاشميان ما رأيك حول هذا الحديث من الإدارة الأمريكية في مراجعة الاتفاق خلال 90 يوما ما رأيك هل ممكن أتراجع عنه أو إدخال تعديلات وما أرى الآخرين فيه نعم كما قلت سابقا هناك فريق مهمته تقييم الاتفاقية النووية كما تحدث المتحدث باسم البيت الأبيض هذا الفريق مهمته على الشقين الشق الأول يتعلق بأن العقوبات التي تخلى عنها السيد أوباما تجاه إيران هل هي من مصلحة الأمن القومي الأمريكي أو من المصالح الأمريكية هذا الفريق سيقوم بتقييم هذا الموضوع النقطة الثانية هذا الفريق سيقوم به تتعلق بتعديلات بنود الاتفاقية أو إدخال بنود جديدة أيضا هذا الفريق سيقوم بتقييم هذا الموضوع كيف يمكن تعديل بنود الاتفاقية أو إدخال بنود جديدة ولكن هناك نقطة جدا مهمة وتحدثت عنه سابقا تتعلق بنتيجة هذا التقييم ومتى سيعلن نتيجته أنا أعتقد هذا الفريق لم يعلن نتيجته حتى نهاية الانتخابات الإيرانية في 19 مايو الغادم بعد ذلك سنرى هذا التقييم كيف سيكون وكيف سيدخل في السياسة الإيرانية وهناك عامل جديد سيدخل في هذا الموضوع لو سمحت لي العامل من هو الرئيس الجديد في إيران حسن روحاني أم إبراهيم رئيسي طبعا إذا كان إبراهيم رئيسي أريد أن أسألك في صميم هذه الانتخابات هذا الحديث هذه المراجعة التي تستبق الانتخابات الرئاسية واليوم رئيس حسن روحاني يقدم نفسه هو الرجل الرئيس الذي وضع حدا للعقوبات على إيران عبر الاتفاق النووي كيف يؤثر هذا الموضوع على الانتخابات وحضوظ المرشحين الرئيسيين سواء كانوا حسن روحاني أو رئيسي بما أن رفع العقوبات على إيران لم يؤثر على الشارع الإيراني أنا أعتقد حسن روحاني وكلامه حول هذه الغضية غير مسموع من قبل مجموعة كبيرة من الشارع الإيراني أعتقد كلام المعارضين كلام إبراهيم رئيسي وعلي خامني وجماعته مسموع أكثر فيما يتعلق بتأثير تخلي أو إزالة العقوبات على إيران من هذا المنطلق أنا أعتقد الشارع الإيراني لم يتناغم مع حسن روحاني في قوله بأنه قام برفع العقوبات ووضع أشياء جديدة وتحسين اقتصادي أنا أعتقد المعارضين كلامهم أكثر مسموع لأن الوضع الاقتصادي متردي جدا والشارع الإيراني لم يسقى إلى كلام حسن روحاني طيب دكتور حمدان الشهري الموقف الخليجي والعربي من وراء هذا الموقف الإدارة الأمريكية خصوصا أن الآراء تبدو متوافقة خصوصا مع وصول رئيس دونالد ترامب التقاء وجهات النظر كيف يمكن أن ينعكس على السياسات المشتركة نعم لا شك أن الإدارة الجديدة طبعا الإدارة الأمريكية هي في الواقع قريبة من حلفائها اليوم هي تعود حتى سمعنا على كلام السيد متس في زيارته للمنطقة ولمملكة العربية السعودية عندما يقول أنه من غير المقبول لن نسمح بإطلاق هذه الصواريخ على المملكة العربية السعودية الباليستية وهي إيرانية عندما يقول يجب أن يكون هناك حلا سياسيا في اليمن يعني أنه سيكون هناك دور الأمم المتحدة التي كانت دورها سلبيا تعرف فيما مضى أيضا عندما يقول اليوم يقول من الرياض أن أي اضطراب أو أي مشاكل في المنطقة هي وراءها إيران بمعنى هناك اعتراف هناك حديث بأنه سيستخدم ضد إيران أنا أتوقع أنه نحن اليوم والولايات المتحدة بالإدارة هذه نعود إلى الشراكة الاستراتيجية التي كانت بينهم وإلى أن يكونوا حلفاء كما كانوا وكذلك قد أكد على ذلك السيد متس عندما تحدث على العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والخليج وما بين الولايات المتحدة معناها أن تنظر إلى دولنا في المنطقة هي دول تدعم الأمن والسلام ودورها صادق في محاربة الإرهاب مقارنة بإيران التي تدعم الإرهاب والتي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتصدير هذه طبعا المشاكل والإرهاب إلى باقي دول العالم إذن اليوم نحن ونقف في يعني أقول موقف واحد نحن والولايات المتحدة ليعود ليس لأنه نعمل بالطريق الإيراني لا ولكن لردع إيران وحتى يعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة لأن الأمن والاستقرار في المنطقة هذا ما نريده هم افتقدته دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن لذلك العودة والعودة في ذلك وحل هذه المشاكل وإخراج إيران وميليشياتها الإرهابية هو الحل وترى معنا ذلك اليوم الولايات المتحدة فإذا هذا هو الطريق السليم الذي سيعالج مشاكل المنطقة وسيعيدها كما كانت بإذن الله أخيرا دكتور حسن هاشميان هذا التصعيد الأمريكي في وجه إيران في المنطقة وفي العالم إلى أين ممكن أن يصل أنا أعتقد بعد عام من مجيء السيد ترامب سترون أن هناك تراجع كبير في قوات إيران في المنطقة أو ميليشياتها في المنطقة أولا في اليمن ثانيا في العراق وحتى في سوريا أيضا هذه المسيرة ستشمل لبنان أيضا من هذا المنطلق هناك سياسات جدا واضحة وغوية من مصلحة الأمن الغومي الأمريكي ومن المصالح الأمريكية وأيضا تتناقم مع مصالح دول المنطقة والحلفاء في المنطقة لطرد إيران من كل هذه المناطق ومواجهة سياسة إيران أنا أوعدكم بعد السنة من مجيء ترامب سترون هناك تغييرات جدا أساسية فيما يتعلق بتمدد إيران في منطقة الشرق الأوسط أشكرك كان معي من واشنطن الباحث السياسي الإيراني الدكتور حسن هاشميان ومن رياض الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر